يوم يديد وفلوك يديد وأنتك تسحب على الفلوك اليوم وتعلا بكم إن شاء الله طيب تقييما والله جلس أكثر من ساعتين ونصف هنا أبحث على الموضوع ا Scriptures والذي كنتتشفت يا جماعة أن الشروط دائما تتغير مثلا شروط السنة هذه مو نفس الشروط السنة اللي راحة وشرط السنة اللي راحت مو نفس السنة اللي قبرها فدائما تتغير الشروط طيب نقول بسم الله الرحمن الرحيم أول شيء ابتعاف نوعين نوع عن طيق الحكومة ونوع على حسابك الخاص كيف على حسابك الخاص إن شاء الله راح تكلام عن هذا الموضوع لكن يا جماعة فيك شيفها جاني طلع كل مرحلة دراسية لها عمر محدد مثلا إذا أنت وتدرس باكاليريوس لازم عمرك ما يزيد عن 22 سنة وإذا تدرس ماستر لازم عمرك ما يزيد عن 27 سنة وإذا تدرس دكتوراه لازم عمرك ما يزيد عن 30 سنة وبالنسبة للطالبة المبتعتة لازم عمر المحرم ما يقلعه في 18 سنة طيب نرجع للموضوع البتاعات زي ما قلنا بتاعات نوعين أول شيء عن طيق الحكومة لازم النسبة الثانوية تكون 90 وفوك والقدرات 80 وفوك والتحصيلي 80 وفوك وبالنسبة للشهادة الثانوية لازم ما يكون عدة على تخرجك أكثر من ثلاث سنين حلو هذا الشرط رول الشرط الثاني لازم تجيب قبول جامعة ومصة بها من المزارة البعض قد لا يقولوا بطلع الشهادة والله أنا بروح جامعة في نيويورك ولا بروح جامعة في كاليفورنيا مو كل الجماعات للأسف مقبولة من المزارة حلو الشرط الثالث أنه لازم يكون تخصصك من ضمن هذه التخصصات وهذا بعد شيء للأسف ما يعرف الكثير فلن البعض يقولوا والله أنا بطلع الكعات وبدرس هندسة ديكور ولا أي تخصص ثاني لا للأسف الشديد التخصصات محدودة لكن والله تفاجأت من التحديث الجديد من الحقيقة تخصصات كلمالها تصغر يا جماعة طيب تخصصات هذه واحد طب علوم طبية هندسة ميكانيكية هندسة كهربائية هندسة علوم محاسب آلي قانون محاسبة سياحة وفندقة يعني الحين أنا مثلا ما يقدر أدرس Graphic Design لكن أقدر أدرس سياحة وفندقة حلو إذا هذه الشروط كانت تناسبك فطريقة البيتعاد سهلة تعبي الاستمارة صورة من جواز السفر صورة من المطاقة الأحوال صورة من الشهادة الثانوية قبول من الجامعة وترفعهم على موقع المزارة بحط الرابط تحت طيب إحنا قلنا البتعاد في نوعين هذا النوع الأول اللي كان على حساب الحكومة نيجع عند النوع الثاني تخضع جوازك كيف تتصرف لسبح الله يصلك شي هذه دولتي tool انها ستفيدك بعد ما تأخذ ورقة إذن عن بعض الحقيقة لجب أن تختار جامعة أو وصفية وبعدها لازم تدرس للغة الإنجليزية على حسابك الخاص البعض يأخذ اللغة الإنجليزية بسنة وبعض يأخذها بسنة النص بعض يأخذها بسنتين وبعد ما تخلص اللغة الإنجليزية بتدخل الجامعة وبعد ما تدخل الجامعة لا يقلس انوا لازم سنة كاملة في الجامعة لكن لازم تخصصك يكون من ضمن التخصصات اللي ذكرناه وبعد ما تدرس الحسابك الخاص اللغة الإنجليزية وسنة كاملة في الجامعة أي ما يعادل تقريبا 35 ساعة في الجامعة ولازم المعدل ما يقل عن 2 ونص بعد ما سويت هذي الشروط كلها إن شاء الله ترفع طلب للمنحقية وإن شاء الله يضمونك وقته يكون أنت تدرس سنة مثلا في الجامعة يبقى لك ثلاث سنين وتكملها للمنحقية هذه اللي مرحلة البكاليريوس أما بالنسبة للماجستير والدكتوراه كل مرحلة وشروطها غير بذل الله بحط رابط اللزارة تحت وتقدر تتكد وتشوف شروط المرحلة اللي انت فيها طيب ممكن بعض يقول والله اوه يثنيان أنا حاليا بغى طلب بعثة لكن هذه الشروط ما تناسبني ولا صعب عليه ما تدري وين الخيرة وفي كثير يجون بعثة هنا ما كانوا مخططين ولا كان على بالهم مثلا في مبتعتين هنا من حكومة من حرس الحدود من مكافحة المخدرات من البحرية وغيرهم ما كان يدرون من يطلعون بعثة ولا كانوا مخططين مثلا مثلا كان حلمهم من يطلعون بعثة لكن مثلا ظروف وما ساعدتهم والحين الحمد لله مثلا تحقق حلمهم وطلعوا بعثة ما تدري وين بالضبط مثل بتسافر ولا مثل بتطلع بعثة وحتى يدرسون شركات فيه اشخاص هنا ممتعتين مشاء الله يشوفهم مثلا يقول أنا ممتعت من أرامكو من سابق او مثلا من اي شركة تشتغل فيها انت مشاء الله موظف ممتاز منطلعك بعثة تدرس لغة بعد انت ترجع تكمل في الشركة مرة ثانية نحتاج شخص مثلا او موظف يتكلم لغة انجليزية وشي توني يدري علنا بعد ان حتى الحكام يطلعون بعثة كان في حكم هنا معنا في همس المدينة هو حكم في درجة ثانية توقع وفي درجة أولى شيء زي كذا وقال ان الحكومة رسلتها بعثة عشان اذا كان في لعب اجنبي ولا محترف اجنبي this is for you اوكي the red اتنين خلاص ومدعين القنوات بعد فيهم بتاعثين كانوا من قناة رياضية يوصلون بعثة عشان يتعلمون لغة انجليزية فاذا الشروط ما تناسبك ما تدري انت بتطلع بعثة وبقول شي مهم يا جماعة مو الكل يتأقلم مع البتاعات والله في اشخاص كثير قابلتهم هنا يجلسون مثلا شهر شهرين بعد يقول خلاص والله برجع بصعب اقعد بعيد عن اهالي واعيش الحالي وانا اطبخ وانا اغسل وانا اكوي وانا اسوي كل شي والله انا شخصية نزع مثلا شخص شبته وقعدت مثلا اطلع معه وتعرفت عليها وكل شي وزي كذا يجي بعد شهرين ثلاثة يقول والله خلاص ما اقدر اكمل افغير جع اش فيك افلان اش اللي زائع عليك مدريش صعب اقعد بعيد عن اهالي فمو الكل يتقلم مع البتاعات الشي الاخير والمهم حط في بالك ان لبتيجي فترة ممكن تدرس على حسابك الخاص يعني لازم يكون عندك فلوس ولا دخل الملحقية تطلب منك ورقة تجيب مثلا شي مهم وانت ما جبت او ادخرت فيه خلاصينا يوقفون عليك الصرف يصير انت لازم تدفع جار البيت فلوس الدراسة فواتير فلوس اكلك واشياء انت تحتاجها مثلا واحد من اخي اي كان يدرس لغة ولازم يرفع تقارير للملحقية سبحان الله في نفس هذا الوقت زوجة المدرس ولدت والمدرس لازم يسافر زوجة موهة نفس المدينة لازم يسافر لها ويقعت معاها وزي كذا ووراق الدراسة حق يتق قالوا للمدرسة ما علي بندخر مثلا فيها اسبوع ولا اسبوعين وبنعطيك ياها ومن الحقيه تطلب منه ورقة الدرجات هو يقول للملحقية يقول ان تدروا اسبوعين المدرسة عندها عحلة ظرف وبنرفع لكم التقارير من الحقيه تقول لا لازم ترفع التقارير الحين واذا ما رفعتها بنوقف عليك الصرف صراحة ما روم من الحقيه اش دره مثلا اذا هو ما كان يكذب اذا هو مثلا او بس يقول زي كذا فاتوهك خوي وقفوا علي الصرف ولازم يدفع مثلا اشياء الاحساب الخاص فلازم تحط في بالك انه ممكن تدفع اشياء من جايبك هذي شروط ابتعاد واتمنى يكون في اشخاص متلا سألون كثير واستفادوا من هذه الشروط واتمنى والله التوفيق للجميع ويرزق بعثة اللي اللي يتمناها اذا في شي ما جاوبت عنه اسألني وبإذن الله رح اجابه لبشود الجاي طي جماعة كذيكم خلصنا واليوم لحد شنسوي طي يا جماعة اليوم التاريخ 7 فرائر واليوم هو يصادف نهاي الكرة الامريكية ولو تلاحظون في السناب شات في الانستجرام في كل مكان العالي متكلمون عنه اخويا من جميعين قالوا اتعالي راح نشوف النهايي وانا ولا فهم بالكرة الامريكية شي انا عارفه بس مسك الكرة زي كده واركض انتهت انبرافاس فريق بروكس ضد فريق بانا الثيروس اسمه الصعبة اي فاز 24 نقطة مادري قوم مادري هدف مادري كيف يحسبون اللغاء هذا المهم تعرفون بيتالي اللي يركضوا في كاس العالم الرجال قال على حسابه في تويتر انه راح يركضوا في هذا النهايي ومن وصل الملعب لقى الشرطة يستقبلونه قلوا تعال دعا لا تكتب شي في مواقع التواصل الاجتماعي مسكت الشرطة ومناتها من دخول الملعب واشوفه قاعد يتحطم انه دفع اكثر من 14 ألف دولار امريكي على التذكر وفي النهايه ملاخ الملعب 14 ألف دولار امريكي يعني كم كالكول ليتر سبن نشوف يعني 51 ألف ريال كده ولا شي هو فضاعت عليه اشوفه قاتب لو اني شريت ساعة رولكس احسن لي لا تكتب شي برداني في تويتر المهم يا جماعة اليوم اللي حد يعني اليوم الاهتمام بشقة زي ما قلنا من قبل نخصص اليوم للاهتمام بشقة واحنا عندنا اليوم اللي حد وضع وضع صحيح صحيح يا جماعة شفتنا في أشياء كثيرة نقصتني في البيت فحاليا منتوجه السور الواقع ان شاء الله ونشتري هذا الأشياء ويلا نروح تعوني بقول بسم الله بأطلع ماذا حصلت؟ دفتر تلفونات مدينة وكتوريا دعني أرى رقم أم صالح أرى مين الرقم موجود؟ دعنا نلحق على سوبر ماركت وإذا رجعنا نرى الرقم الموجودة من الزمان عند دفتر تلفونات والأجواء اللي نحبها لا برد ولا مطر ولا شي هذه الأجواء آخر ليلة الرائقة نقولوا اسم الله الرحمن الرحيم ونتوجه على سوبر ماركت طي شباب وصلت إلى السوبر ماركت لكن زي ما تشوفون شوار عفاظية وما في أحد والسبب لأن زي ما قلت اليوم كان فيه مباراة طيب ممكن بعض يقولوني أن المباراة انتهت من ساعات بسم الله الرحمن الرحيم مش هذا سلا ولكن الجماعة هنا الكندين لما تكون فيه مباراة مهمة يشرمون القثول وهم يشوفون المباراة فطبعا ما قدرون يسوقون فعشان كذا شوارع فاضية ما أخذ راح تقع يسوق ولا في زحم ولا في عساس دائما زحمة ما أدري شويني كده بستانس إن المواقف فاضي وعنا بدري والله الساعة سبعة الحين واليوم الأحد لكن فاضي يا رب كل يوم في نهاية متى النهاية الجاي هلا ستيني طيب لما إحنا بندخل سبب ماركت والكاميرا كبيرة هذي فطبعا بيقولوني ممنوع كالعادة لكن سوي اللي علينا حطت الكاميرا كذا على العربية عشان ما يدرون قاعدنا نصور طي جماعة هذه حركة ممكن تفيد الكثير لما تجي تروح سبب ماركت طيب هم تاخت معك ورقة الأشياء اللي تبواها صح أنا شكنت أسوي أول أكتب هنا هنا طماطم أكتب هنا مثلا حليب بعدين فوكادو بعدين زبادي بعدين زي كذا لكن سويت شيء والله أوفر عليه وقت كثير ليش سويت؟ مثلا قسمت الأغراب هنا الخضروات والفوكه هنا الحليب والمشتقاتة هنا الأشياء العامر مثلا أجي هنا أشوش أبغى؟ الخضروات زي كذا حليب زبادي ولبن زي كذا بأشتري بدلا مثلا أروح أشتري هنا طماطم بعدين أروح أشتري المنديل بعدين ألقى مكتوبة فوكادو ويرجع مرة ثانية قصة عند الفوكادو للطلاب الممتعتين نسوي الحركة هذه إن شاء رح تفيدكم وتوفر عليكم وقت وما ننسى المعتاد تس مجر جيد الله الله حس أني مجرم كذا إيش اللي ممنوع التصوير هنا المهم يا جماعة أكثر مرة لما أجي أصور مثلا وأنا أشرب لبن ولا شي يجون طلاب الممتعتين ثنيان عندكم لبن؟ كيف عندكم لبن؟ احنا ما عندنا لبن فتوقع فغلب السوبر ماركت سوبر ماركت كذا زبدة الحليب لكن هو لبن صح إن طعمه ممثل لبن اللي عندنا لكن لبن فلما تطبخ كابسة ولا شي لما تطبخ كابسة ولا شي لبن هذا جدا كويس بحرب هالا بوي بوكادو نلا لا خلاص ما عندنا احتاج بالحباتة ترجم كده يكون سواقنا وخلصنا والحين روح نحاسب نحاسب بعد ما شرنا الأغراض نتوجه البيت نحاسب يوه رحبا بشديد يوه السلام السلام اوه عملك ناح نبدا تاتي يا السلاام الله الله باقي اللبن قلت بس هنا بشات اكتبوا بالاستقرام طبخات تابوني نسويها من ضمن احد التعليقات مكتوب اطبخ طبخة تحبها سويت ماتشبوس دي اي سويت كبسة الدجاج وجحزت المعتاد وخلطت الفاكادو ناخد اللبن ونقول اسم الله دي اي شاول شفت شي نخبطني تدرون ان يمديك تطلب بيبسي ماي شبس حلويات مكارونا اي شي يعني وجه في السبل ماركت تقدر تطلبها من امازون ما دير اذا تعفون هذا الشي من زمان لكن انا دوني اعرف يعني اطلب من امازون افتح حمنت واطلب بيبسي يوصلني عند الباب الرجال تك 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 تفضل هذا بيبسي حقي شي غيب يعني خلاص مايحتاج مرش في الماركت والي شاي طب اي در اطلب خصو سمارة في الجرير نيأكل خلص اكلك الحمدلله يا رب بعد ما خلصنا عايشة الحين جاي وقت نغسل المنابس بما انه اليوم الاحت لكن انا مشاء الله علي بكل فلوق اقول اوكي بكرا بروح البنك اجيب صرف من فلوق ستة وانا اقول بروح البنك ولما نحي مراح فحاليا ما عندي صرف اللي هي قروش عشان نغسل المنابس فالحل انه نروح تيم هورتنز اللي تحت ونشتري فرنش من ايل لصغير وكده يكون عندنا صرف ان شاء الله بكرا نروح البنك خلاص نخلص بعده وانا لما نحي مراح للبنك راح نتوجه هنا مثلا الله ويلا نروح هذا مصير اللي يتجل العمال دايما باذن الله بكرا خلاص نروح البنك سوى تبغى وانا ما تبغى نروح البنك والله جماعة ما زالت الشرع فاضية اقول العالم سكرانا لما الحين حتى تيم هورتنز والمطعم الصيني ما في لكم سيارة بس كويس هذا شيء مصالحنا ويش الخطة الحين اقوله الصراحة لكن همشي انا الصرف ما بغشتري بقفاضة تيم هورتنز هل يمكنني احضر احد فرنش بنيلا بلئيس؟ كم عمالة؟ واخدنا الصرف شكرا سلم؟ شبنا رحمنا حين كويس اخدنا الصرف واخد الفرنش بنيلا صغير حين نرجع لسماء لابسك اثنيان وانا ماشي برجع يشقي سيارة مرة رجائب السيارة اووووو! حقيق ببقيق عزيز انش مو تروح تطلب عزيز همبرقر يقول بيطلب همبرقر ما يسوون همبرقر في الليل عزيز بالله عليه ما يزوون ما يزوون في الليل ما عندهم إلا دونات وكافي ايه ايه ما يقف هيا المدعش شو؟ شكرا وجاي انت مهورتين عشان ساشون والله الجوع كامل بربعه شوفيه صبوي وراه يفتحه ماشي ساعة؟ حكيه دونة 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 يلا عزيز يلا خالد وراه عرسم ملابس انا يلا 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 شكل الله عاد شكتنا 24 ساعة شكتنا 25 ساعة دولار وربع دولار وربع هاي دولار ربع اي 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 اقللك هربعين ساعة يلا بتبحان صبويه يلا بالعافية يلا سلام شوف بكرة معا سلام يلا معلك قابلت العيال بالصدفة رجعوني تيم هورتنز داس معهم شوية حالين برجع مرة ثانية عشقة واسم ملابس كذيب كده كنت جاهز الملابس جوب لناهم شي حق الغسيل وصرف معانا ويضا نروح كده رايحين حرب ساعة يا موحبتين يا هلا والله مش هيك روش نحسب 35 دقيقة للغسيل حينيش نسوي المنتج الفيديو كذلكم وصلنا مع هاتف المقطع يا شباب حولت اليوم أغطي موضوع الابتعاث وأتمنى يكونوا استفادوا لليسالوا عن الموضوع بذن الله راح أحط كل الروابط تحت الشروط طريقة التقديم الاستمارة وأي شيء خاص موضوع الابتعاث يعطيكم هالفعفية على المشاهدة سؤال يوم يقول إذا كنت راح تدرس في القربة إيش أكثر مشكلة راح تواجهها اكتبوا تحت في الكومنتات ورح نشوف إيش أكثر مشكلة ممكن توجهونها كان معكم ثنيا خالد خليكم دائمين متفالين ووجبين و السلام عليكم ونبدأ تعديل الفلوك اوه ثنيا قدامك واقف تقدر تجيب لي شوكا اوكي ذاكي خاصم عليك وجيب شوكا يا ثنيا يا سلام حمص سعره ثمانية دولار ستة سبعين سنت يعني تقريبا سبع عشرين ريال الحمص مصرع من شركة قبل ولايش نجرب طعمه يعني داخل عسل يعني خلاص اثنيا خلاص